بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة. والنهاردة بنستعرض كما واضح من العنوان الخبر الذي جاء بخصوص ان سرعة الانترنت سوف تصل خلال ايام الى عشرين ميجا. اه ودي اقصى سرعة هتصل اليها في الايام القليلة. هنتعرف النهاردة كيف لا تصل هذه السرعة? اسباب لا تصل هذه السرعة? اسباب لطء الانترنت. وايضا كيفية اه معرفة سرعة الانترنت عندك في الروتر او في المنزل او على جهازك بكل سهولة. تابعنا وتابع الفيديو حتى النهاية ولكن لا تنسى دائما ان تشترك في قناتنا مصادر الحياة زي كنت اول مرة تشاهد هذه القناة. وايضا تفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. مما نقدمه على قناة مصادر الحياة. اه من فيديوهات في شتى مجالات حياتنا وهيا بنا نحية الحياة مع هذا الموضوع الجديد. الخبر بيقول ان اه في خلال ايام جاء هذا الخبر طبعا في جريدة اه الوطن. اه ومسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. قال او صرح ان سرعة الانترنت في مصر ستصل الى عشرين ميجا بايت. وان متوسط طرعات الانترنت الحالية بتقترب من تمنتاشر ميجا بايت. ده مقابل خمسة وسبعة من عشرة قبل عام. وقال ان التطور السريع في رفع صورة الانترنت بيرجع الى حجم الاستثمارات الضخمة التي جرى دخها اه في تطوير البنية التحتية خلال الاعوام الاخيرة. لافتا ان المصير الاتصالات. قد استثمرت اه خلال اربعتاشر شهر الماضية. اه حوالي واحد وستة من عشرة مليار دولار في تحسين البنية تحتها لشبكة الانترنت. وتمت زيادة سرعة الانترنت. والخدمة المواصلة للمواطنين بما يقرب ثلاث مرات. في الحقيقة نعم نحن نجد هناك تغيير في اه كابلات الانترنت وبات كابلات الياف. هناك تطوير ايضا في اه الكابينة اللي بنشوفها في الشوارع. ولكن كل هذا جميل وكويس ولكن السرعة تصل الينا اقل اقل بتلات او اربع مرات على ما هو يجب ان تصلنا عليه. بمعنى ان السرعة اللي تصلنا اه حوالي ربع هذه السرعة او اقل من ربع في بعض المناطق. البنية التحتية اه لسلوك الكهرباء اللي بناخد عليها او سلوك اسف سلوك التليفون اللي بناخد اه من خلالها الانترنت او بتقدم من خلالها خدمة الانترنت. هذه الكابلات وهذه السلوك اه في الارض تأكلت منذ عشرات السنين لم يتم تغييرها. ايضا اه كابينة التليفونات الموجودة على الحوائط في الشوارع ايضا تأكلت والشمس اكلتها بما اه لا تدع مجالا الان توصل لنا سرعة الانترنت. طبعا كل ما يقال عن ان سرعة الانترنت تزيد لن تزيد طالما ان اه الكابين والسلوك والكابلات بتاعة التليفون الارضي اللي بيوصلنا للخدمة غير قادر على توصيل هذه السرعات وغير قادر على توصيل هذه الخدمة. فمعنى كده ان ك بالضبط بتفتح محبس علشان يوصل المية ولكن بعد المحبس الموسير اللي هتوصل لك المية هذه الموسير مسدودة او مكتومة فلن تستطيع ان تصل اليك الماء. بالضبط ده الموقف اللي عندنا في مصر. فالبنية التحتية لتليفونات الارضية تعبانة جدا متهلكة تماما ولذلك لا تصل الينا اي سرعة مما آآ يقولون عليه. النهار الوقتي عندنا سرعة آآ في بعض الحالات يقول لك ان آآ السرعة بتصل الى خمسة ميجا آآ الخطوط الارضية بتوصل لك خمسة وبعد المناطق خمستاشر ولو خدنا اقل تقدير وهو خمسة ميجا فلو انت بسرعة كده حبيت تحسب سرعة الانترنت عندك في المنزل هيكون ازاي? ادى موقع من ضمن المواقع اسمه فاست آآ دوت كوم او لو بتفتح الموقع ده بيس لك سرعة الانت وهو جابه هنا اتنين وتمانية من عشرة ولو انت عملت ريفرش للموقع هنشوف السرعة هتصل عندنا بنقيس السرعة دلوقتي عندنا واصل الكام انتظر اه دي السرعة بيعد يعني لو وصلت تلاتة ميجا ده يبقى كويس جدا في احلى سرعاتها هاد الوقت اتنين وتمانية من عشر لو رحت الموقع تاني عشان تقيس هنا الموقع ده آآ هسيب لك برضو اسم الموقعين دولار لو قلبناها كده عربي موقع عربي وجيت تحسب سرعة الابلود والداونلود يعني سرعة التحميل وسرعة الرافع الابلود والداونلود هتلاقي السرعة بطيئة للغاية هتلاقي السرعة بطيئة فعلا للغاية اه ده آآ الموقع الاخر وهنشوف سرعة الداونلود والابلود اللي عندك قد ايه? او اللي عندي بمعنى صح قد ايه? وهذا نضغط على جو وهنشوف سرعة الرافع وسرعة التحميل الداونلود والابلود عندك قد ايه? او عندي قد ايه? طبعا النت في كل مكان كل بيشتكي بطيئ. اه ده هنشوف السرعة بتاعة الداونلود والابلود والسرعة ايضا الانترنت عندك ايه? اه ده الداونلود اهو هجيب لك سرعته واه ده الابلود وهتشوف السرعة هنا هتبقى قد ايه? بدأ يحمل اهو بيقيس السرعة ايوة. هذا كده السرعة عندك وصلت اتنين. ستة وتسعين من مية لتلاتة واحد تلاتة واتنين من عشر. يعني في المتوسط لا تتعدى تلاتة ميجا من مفروض ان هي مقابل خمسة مية. شوف بقى هنا عندك سرعته قد ايه? اتنين تلاتة وتمانين من مية. وطبعا الابلود ما بيحصلش واحد ميجا. الابلود هو ما جابوش هنا لكن بيجيبه في بعض الحالات اهو. اللي هو الخط اللي هو البنفسيجي ده. هتشوف دلوقتي سرعة الابلود او الرفع عندك قد ايه? هتلاقيها اقل من واحد آآ ميجا. اه تمانية وستين من مية ميجا. تمانية وستين من مية ميجا. والدون اللود عندك اتنين وتلاتة وتمانين من مية والسرعة لا تتعدى تلاتة ميجا في احسن حالتها. في احسن حالتها. ده آآ بخصوص سرعة الانترنت ازاي تقسها? وايه اسباب بطء الانترنت وسرعاته. لكن آآ كل ما يقال عن ازاي تزود سرعة الانترنت بالطرق او بالبرامج او بالمواقع كل الكلام ده طبعا آآ اللي احنا بنشوفه على كسير من الفيديوهات لا يؤتي بنتيجة ليه? لان الاساس وهي خطوط التليفونات الارضية اللي موصلة لنا خدمة الانترنت اصبحت متهلكة وغير صالحة تماما ولا تستطيع توصيل اي من هذه السرعات اللي بنحكي عنها او بيقال عنها كل يوم وبنسمع عنها اخبار. في النهاية بتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح. بتمنى منك ان لا تبخل علي بلايك شير وان لا تشترك في قناتنا حتى يصلك جديد ما نقدمه على قناة مصادر الحياة وهيا بنا نحي الحياة والى انا نلقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.